أشي اسمه؟ زكات الفطر نعم، عن زكات الفطر زكات الفطر هو فرد، واجب زكات الفطر هو واجب أشي اسمه؟ اللقاء صلى الله عليه وسلم يتكلم للسجمات أنه فرد لإعطاء زكات الفطر ما يعني زكات الفطر؟ يعني زكات الفطر بعد رمضان ها وعت ونصاح كل شخص من الفطر لأيضا أنا، أخير أش avecي أشخاص 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 أبدا وأشخاص أشخاص 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 من مؤلمين كان بشأنها مظهر في أصدقاء وشأنها ليس ستجل في الأصدقاء وعندما يكون أصدقاء للأصدقاء ماذا أفعل بأن أفعله من البعض أنا ملوث عن أطفالي لماذا؟ لأنهم لا أقلوا منه كيذلك لن أجل لي أكثر فترة أخرى إذا كنت لدي أكثر ثنوات ، فلن أجل سؤال أخرى فلن أخرى 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 الأخرى سؤال أخرى أخرى فلاسة أجل لنضع زقاة طلعا أخرى بشكل شيء فترة أخرى لديها الالتية لها الجميل ويستمر محمول أيضا أيضاً أبي أو أطفالي، يقومون بها من الأدوات. إذا كان لديهم الأدوات، يقومون بها من الأدوات من الأدوات. لكن ما نفعله ببعضًا؟ لأننا ن住 في واحدة وها هي أبتاة، فأنا أعطي زكات فطر لأمجل الجائل. هذا مفقًا، لكن يجب أن تتعلم على أبتاة. في هذا الموضوع، يجب أن تتعلم على أبتاة. حسنًا، ماهي عن المسلم؟ بالطبع، أنا أتحدث عن المسلمين. إنها موسلمة، وإنها تتعلم معنا. أو إذا كان هناك أدوات. هل يمكنني أن أخذهم؟ نعم، لكن يجب أن تتعلم على أبتاة. لأن زكات الفطر يجب عليها. يجب أن تتعلم زكات الفطر. يجب أن تتعلم زكات الفطر. إذا كان لديه من الأدوات، أو إذا كان لديه من الأدوات. لديها من الأدوات. لذلك هي تتعلم. لكن ما يمكنك أن تتعلم؟ أن تتعلم زكات الفطر، هذا الفطر، سوف أدعها. لدينا كلنا. لذلك، أنت تعلمهم. ربما ستعلمك، أريد أن تتعلم زكات الفطر. أمмер المامورا في أمама وبينها، ومعن أural الوظائر مع بها. ني أط ?! أن تüğل أدوات الفطر في أدواتchoazين ما لديها م PALمعpost�ين. برداء للظامرين يذهب إلى المسكين للمسكين يعني يعني اذا يدرون سواء. أو في رمضان، فى الرجل يدرون سواء بإسراءً، يدرون سواء بإسراءً. مثل، سيصف أو سيات، ومعني سواء سواء بإسراءً، هذا هو ذكات الفطر. هذا هو غير. ذكات الفطر يجب أن يكون بصوص. ذكات الفطر يجب أن تكون بصوص. لذلك أرجاثيكم يا عزيجي لا تسعين فطر قليلًا لشخص لا تسعين لشخص يمكنك أن تسعين شخص لشخص لشخص هذا meld 9 مثل ويذهب لأحدثي ويأخبر المزيد لحلوه دعيه ثم تنزح لشخص على اقتنا سوى بنا where am I am busy or I don't know poor people or it is difficult for me. This is okay. You give a friend or you give the ajna money. Okay, I mean The charity association you give them the money and they buy the food. For example, here in Kuwait some Lajna they say We buy the food we distribute them as a food not as a money, but other places no They say we distribute as money. نحن لدينا فتوى، يمكنك إعطاء المنزل، نعم، هذا فتوى، ولكن هذا ليس كبير الكثير من المجردين قالوا أنه يجب أن يكون المنزل، وحنفي مذهب قالوا أنه يجب أن يكون المنزل لذلك أيضاً، أيضاً إذا كان هناك مختلفة، ولكن إذا تسألوا ما هو السنة، لا تسألوا، السنة هو أن يكون المنزل لا doubt، so what is the problem if you give food? شيخي for example in Kuwait, they don't need food, they need money I'm telling the brothers and sisters don't try to change the rules of Allah's worth because of what you see. Allah knows what is good for us and for the poor people So the Prophet صلى الله عليه وسلم Mentioned the food The zakah food should be food Because do it as food Okay Follow the sunnah Don't think that you are better than Allah And you know that the food is not Suitable nowadays We should give them money Follow the sunnah And Allah will bless you And Allah will bless your charity طيب How much the food The Prophet صلى الله عليه وسلم Mentioned Mentioned An amount Sa' Okay Sa'an min ta'am As it came in hadith Min Abbas Min Umar Radiya Allah wa ta'ala Anhum Sa'an min ta'am What does it mean Sa'an min ta'am Sa' Is a size Not a weight How much this size It equals to Four mud Okay What I like to do Every Ramadhan I like to do To prepare The zakah food With me With my family So how can you You know For mud Mud means When you fill Both of your hands The school said Rajul Bi adai Rajul Mu'tadal If I am not Short I am not Too tall I am normal man And my height So How much For both hands Okay So I tried Okay I am doing this Every year So Both hands Like this So I take the rice The Prophet 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 And the scholars Explain that What What is common In the country For example Here in Kuwait We use rice This is the common food Which can be stored Okay And we are using that The Kuwaiti Families The Egyptian The Indian The Bangladeshi We use Generally Everyone is Taking Eating the food Or most of the people Here in the Muslims Eat the rice And we can't store So When I take Four I fill Both of hands Okay I found the weight 2.1 Kilos 2.1 Shaykh Al-Ithamee Rahmahullah Said It is 2.05 Okay In some fatwa They say It is 2.5 In some fatwa 2.75 Okay So Why The differences Because In the hadith It is a size It is not a weight So That's why You will find it Different So When I used my hands I found 2.1 Shaykh Al-Ithameen 2.05 Others 2.5 And also There is another issue It differs From one type Of food To another So If you try With the dates Will be different Than the rice Will be different Than Other Other types Of food Okay So I mean The point is So I like to do that At home Why Because My family can't see Yalla Ta'ala Let's Let's Prepare The zakat al-futr Alhamdulillah After fasting Ramadhan 30 days Or 29 days Tomorrow is Eid So now We should give The poor people Food Yalla Yalla I tell them To prepare the bags And I count By my hands Or in some places They have The sa' It is like A jar Okay So It should be Food And the amount Is sa' Okay And in some places For example Here in Kuwait When you go to The supermarket You will find Zakat al-futr 2.5 kilos Of rice It is prepared Or Alhamdulillah We have Many Lajna Now When you go To the Lajna You tell them I want Zakat al-futr And you ask Make sure With them They distribute Food Or money If they tell you Food Okay You give them The money And they buy The food But if they say We give money Directly So don't give them Zakat al-futr Go to another place Okay And also Yes Zakat al-futr Should be Before the Eid prayer It should be Before the Eid prayer And if you Think that It is very Short time You can do it One day Or two days Before Eid And this is The way Of the Companions Okay Some of them Were doing The zakat al-futr One day Or two days Before the Eid So 28 29 You can give Zakat al-futr And of course The best thing Before going To the Eid prayer Before going To Before praying The Eid If you know A family Maybe one Of your Neighbors Are poor So before Going to The Eid prayer We give them The food Alhamdulillah Okay So see These are Some points About zakat al-futr So